عبدالجندي نائب وزير الإعلام اليمنى سيد جندي إذن خطاب وصف بأنه كخطاب الحرب من قبل الرئيس وبعده مباشرة تصعيد كبير أمني في الشارع في مختلف أنحاء العاصمة اليمنية ما تفسير ما يحدث؟ أولا خطاب الرئيس كان طبيعيا جدا يشرح أوضاع بأمودة في الواقع ويوضح بأن الإحوال المسلمين أخرجوها من إحطامة سلمية إلى مواجهات عنيفة وبالتالي معهم الزرق الأولى مدراء هذه فعلا تحولت إلى سكنة عسكرية تخطر بإسم السوار وتخحم المسيرات سلمية في إحداث عنف ومواجهات سلامية يعني لم تحصل إلى المسيرات سلمية كما كانت والدليل أستطيع على هذا بأن أنتك في الجزيرة تخطر بأنه في احتجاجها سلامت في سبعة أجر المحاضرات لماذا هذه المحاضرات لا يحصل فيها تجديمها؟ تحصل سبك الدماء حيث توجد بإحماية الفرقة هناك أيضا أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحة في محافظات أخرى غير صنعاء سيد عبدو كما تعلم تماما في تعز وفي أرحب وفي مناطق أخرى طيب يعني أنت فسل لنا هذا القصف الذي طال حي السلطان وساحة التغيير والحصبة ومقر الفرقة الأولى مدرعة من الذي يقوم بهذا القصف إذن؟ هذه حرب تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة هذا إنشقاق عسكري وهيضا قابلي يعني يحلون لكل أنواع السلاح عندهم دبابات عندهم صواليخ عندهم مدفعية فقيلة عندهم أسلحة مختلفة هؤلاء فعلا يقوموا بحرب على الدولة والدولة فعلا مضطرة أنها تدافع عن صالح الناس وعن الأمر والاستقرار لأن واقب الدولة في أي بلاد أنها تدافع يعني لكن الاحتجاجات من هؤلاء حدد من الذين يشنون حربا على النظام اليمني؟ يشنون حربا لأنهم يريدوا أن يتموا الانقلاب العسكري الذي بدأوه ولم ينجح ولكن من؟ من هي الأطراف التي تشنوا الحرب؟ الأخوان المسلمين والفرقة الأولى ومدرها وأولاد الشيخ عبدالله بن حسين الحمر أولا إيهم كانوا جزء من الحكم فانقلبوا أليه ومتعبين قوة والآن فعلا يحاولون بالأسفاهمات ما سطاعوا خلال تسعة شهر وحولوها من أسفاهمات وحتجاجات إلى حمل مسلح وعنيف ما توقعاتكم سيد عبدو؟ ما توقعاتكم من اجتماع مجلس الأمن اليوم؟ والله المجلس الأمن سوف يدعو كل الأطراف إلا أنهم يقلسوا إلى مائدة الحوار لأنه لا يستطيع المجلس الأمن أن يكون طرفا مع طرف ومن مصرحات البلاد ومن مصرحات الناس أن أقولها بحيادية أن تكون قرارة المجلس الأمن مسوازنة وتدعو جميع الأطراف إذا كانوا قد انجزوا 80% من الاتفاق بقي معهم 20% يجب أن يقلسوا إلى مائدة الحوار يعني تفاوضوا ويحلوا المشكلة ومن دولة ديمقراطية لها 20 سنة ومن تناسب الانتخابات في أي وقت إذا اقتنعت المعارضة بأنها تدقل الانتخابات لكن إذا كانت مستممة على الانتخاب العسكري لن نترك لها فعلا يعني أنها تنفذت اقتطاة المخططة بنفذتها على السلطة بالقوة حتى ولو كانت قرارة الأمن بصالحها فعلا نحن ندافع على الناس ندافع على الأغلبية المطلقة التي أدلت بأسواتها بانتخابات شرى ونزلية وتعشراف الاتحاد الأوروبي وامريكا للرئيس علي عبدالله صالح شكرا لعبدالجندين وزير الإعلام اليمني كان معنا من صنعاء شكرا للمشاهدة